أنا سمعت خبر والله أتدري إذا ظلبيه السال فتكتني بس إنت جاوبني بصراحة مثل ما عارفك أنا واحد قل لي والله من الأسماء التي اتفق عليها بالإطار أو نوقشت بالإطار التنسيقي أنه من المرشحين لرئاسة الوزراء أو من ضمن الأسماء التي طرحت السيد خارد الأسدي جد أكون صحة لها المعلومة والله لم يفاتحني أحد بذلك ولم يناقش معي أحد شيء من هذا القبيل ما تمت النقاشات الآن حتى نذهب إلى موضوع أخرى ونفكك الخلاف لنضعه في هيئة خانة المعروف أنه بالقوى السياسية عندما تريد أن تشكل حكومة على أنقاذ مرحلة كانت صعبة جدا المفروض يجب أن تكون هناك برنامج سياسي يجب أن تكون هناك رأي سياسية يجب أن تكون بوصلة سياسية حتى أما أن يتفق عليها أما أن يختلف عليها هذا كل ما موجود والخلافات بين هذه القوى وصلت إلى أشدها بمعنى الخلاف تحكمه أمزجه وليس رؤاه على كل حال الخلاف إلى مبرراته دائما بل أحيانا يتحول إلى مقدسات عند بعض الأطراف السياسية حلوة مع المقدسات الخلاف يبقى خلاف أي طبعا أحيانا بعضهم يقدس الخلاف وخلفياته ما يهمنا بالقصة أن الخلاف موجود وهذا الخلاف مستحكم حتى هذه اللحظة مسؤولية القوى السياسية سواء كان اللي بالإطار أو بالتيار فعلا تفكيك هذه الخلافات والجلوس على طاولة واحدة من المفاوضات المباشرة وهذا أعتقد أمر ممكن وليس مستحيل قد يفشلون في الجلسة الأولى الجلسة الثانية الثالثة الرابعة لا يوجد مشكلة ولكن بكل تأكيد كل ما استمره بالحوار واللقاء تنفتح عفاق جديدة للوصول إلى الاتفاقات الأمر الثاني هناك مخاوف وهذه المخاوف بغض النظر من يريد أن يحكم أو يحقق الأغلبية أو يحقق الأكثرية أو يحقق التوافق اللي يريد يحكم عليه أن يعطي تطمينات تطمينات لكل الشركاء السياسيين سواء اللي يريد يدخل معهم بتحالف أو حتى الذي يريد أن يتفحهم باتجاه المعارضة شنو التطمينات سيد خارج أنت سياسي الآن أمين عام خلي حتي لك سيد شنو التطمينات خلي أحكي لك أستاذ نجم خلي أجاوبك الآن تأريخيا خلفيتنا عن المعارضة في الممارسة السياسية العراقية منذ تشكيل الدولة العراقية إلى اليوم كلها تجربة سلبية قاتمة ولذلك أنت تشوف غالبية القوة السياسية غير ميالة للذهاب للمعارضة مهما كانت المبررات وإيمانها بقضية المعارضة وضرورتها الآن من تتحدث مع القوة السياسية كلها تتحدث معك بوضوح أنه من الضروري أن تكون هناك معارضة وتكون هناك حكومة بس مؤنة شوف غير يروح للمعارضة مؤنة تعرف ليش لأن السابقة التأريخية للمعارضة بالعراقية سابقة سلبية غير إيجابية بمعنى أن المعارضة في العراق تعني قمع تعني قتل تعني سجن تعني إعدامات تعني تصفيات تعني إنهاء سياسي ولذلك لا أحد من القوى السياسية رغم أنهم مشاركين في إدارة هذه الدولة لا أحد من الأطراف السياسية يؤمن بالمعارضة بهذا الشكل الذي نفهمه أو الواقع السياسي يفهمه من قضية المعارضة ترجمة نانسي قنقر